اشتركوا في القناة وتم خلال القمة بحث والتعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة العربية وتطرق القادة خلال اجتماعهم في قصر الوطن في أبوظبي إلى الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي على مواقع منشآت مدنية في دولة الإمارات وإطلاقها صاروخين باليستيين تجاه الدولة مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها مؤكدين أن هذه الممارسات العدوانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية وتمس بالأمن والسلم الدوليين كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الميليشيات وغيرها من قوى الإرهاب وداعميها وأكد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وفخامة الرئيس المصري تضامن بلديهما مع دولة الإمارات ودعمهما لكل الخطوات التي تتخذها لضمان الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وأكد القادة في ختام اجتماعهم همية موصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بين البلدان الثلاث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية وشعوب المنطقة والحاجة إلى صياغة رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا مصير مشترك وهدف واحد هذا ما يجمع مملكة البحرين بشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتان تتكئان على تاريخ مشترك وماض تليد جعل العلاقات بينهما أنموذجا متطورا وجعل من التواصل والتعاون المستمر بين البلدين مثالا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين بلدين شقيقين والتي عززت بدورها وحدة الهدف والمصير مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين جاء متضمنا مواقف عديدة سواء المواقف الراسخة لمملكة البحرين تجاه دولة الإمارات أو المواقف الكبيرة والواضحة لدولة الإمارات والداعمة لمملكة البحرين حيث أن هذه المواقف الأصيلة تجسد ما يربط بين البلدين من تاريخ عريق من توافق الرؤى علاقات ضاربة جذورها في عمق التاريخ ليست وليدة اللحظة وإنما جاءت بأسس تاريخية متينة ومواقف مشتركة امتدت لعقود طويلة جعلت من البلدين بما يحملانه من ثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي مركزين مهمين على الصعود كافة فما عززته هذه المواقف جعل منهما قوة في تحقيق النماء والتقدم للبلدين وشعبيهم الشقيقين إنجازات ونجاحات مشتركة جمعت مملكة البحرين بشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة كلها تأتي لتدلل على وحدة الهدف والمصير المشترك